السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم محمود ربيع النهاردة هتكلم على أفضل نبات داخلي من أفضل النباتات اللي هي بتتحمل الإضاءة الأوليالة جدا كمان تقدر انت تحطه في أي مكان في المنزل سريع النمو العنابيه سهلة جدا لو أول مرة تشوفوا القناة اشتركوا فعل الجراز ولو عجبك الفيديو دوس لايك ويريكوا اللي نشارك الفيديو مع الزقان وصحبنا هنخلل الكله زل النهاردة هتكلم على نبات قلب عبدالوهاب وفي مصر بيسموه قلب عبدالوهاب أو هو نبات البوتس طبعا يعتبر نبات البوتس من أجمل وأسرع النباتات الداخلية سريع النمو سهل كمان سهل الإقصار وسهل العنابيه دائم الخضر حتى بقى لو فيه جرد حرارة مخفضة من الضوية يعني انت لو حتوضه في أي مكان طبعا اللي أحسن من كده إن وكالة ناسا الأمريكية للفضاء صنفت إن النبات ده في قائمة أفضل عشر نباتات لتنقية الهواء داخل البيت سبحان الله يعني ده من أفضل النباتات اللي بتنقي الجو فإحنا بننصح به لو أنت عبيل إن أنت يكون عندك نبات زي ده داخل البيت ده نبات منزلة يا جماعة داخل البيت طبعا العنابيه سهلة جدا أول حاجة التربة يجب تكون تربة جيدة الصرف بمعنى إن سائيا النبات يجب أن يخرج الماء وده من أفضل التربة تربط النباتات الداخلية أو تربط البوت ده البوتس لازم أن يكون تربط البولايت مع البوتموس البوتموس مع البولايت عشان تكون تربة خفيفة ويقدر إن اللمية الزيادة تروح وتتصرب على طول عشان ما يأسرش هنا أهم شيء قبل ما تسقيه بالنسبة للرأي أنت تتأكد إن التربة نشفت وبعد كده بتبدأ إن إنت تسقيه كل مثلا عشر تيام أو على حسب الأجواء اللي عندها لو لاحظت إن النبات بدأ يفقد أوراقه أو رفيع أو بدأ فضل لو إنت حبيت لو لقيت الورق أسفر أو لقيت بدأ يتبل ده حط له قال له المية كمان غير له المكان بتاعه طبعا تروا الإكسار بتاعته سهلة جدا ممكن تقص عقلة أو غسل منه في حدود عشرة سنتي ويحطها في المية لمدة عشر تيام هتبدأ تطلع براعب وتبدأ إن إنت تحطها في تربط البوتنوس وتزرع منها كميات كبيرة جدا طبعا زي ما حكينا ممكن تزرع كمان العقلة بتاعتك برضو في تربة عادية جدا جدا صراحة أنا بحب النبات ده جدا وطبعا وعلى فكرة ده من النباتات المتعلقة أو المتسلقة أو المادات يعني تقدر أنت تحطه كمادات كده ينزل تحطه في المطبخ وتحطه جنب أي منفذ هوى بالنسبة لي آآ وكمان وراء جميل جدا وكمان سهل جدا آآ العناية به جدا فدي أفضل حاجة بالنسبة لي النباتات الداخلية بتكلمنا بالنسبة للتسميد التسميد يا جماعة ما بيتسمدش كتير هي هو كل سنة مرة وراء ده ممكن تسمده بالهم يكأزت أو آآ يعني بسيط جدا لأنه ما بيحبش التسميد طبعا انت ما بتروح تشتريم المشتر بتلاقي وراء وبيلمح كده ده بيكون حطوله مادة لتلميع الوراء نخلي بنا من الحتة دي أو ممكن تكون حتة قماشة وراء وتمسح بيها الوراء باستمرار ادعمنا بلايك وشير وشارك وكل جديد ان شاء الله على القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته